أهلا بكم الشبح الذي يهدد حياة المواطنين شارف على الاقتراب أكثر منهم كما تتابعون السماء ملبدة بالغيوم والأهالي لا يزالوا يبحثون عن السبل للعيش التي تمكنهم من العيش في فصل الشتاء وهذا ثاني فصل الشتاء يأتي عليهم في الحرب بعد استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأحد عشر شهرا وأكثر أي قرابة العام بفصولها المختلفة بحر صيفها وكذلك ببرودة شتائها ماذا فعل الأهالي هنا في منطقة خان يونس ليقو أنفسهم من أمطار الشتاء لكي يتمكنوا من الاستمرار في البقاء على قيد الحياة وكذلك ترميم هذه البيوت المدمرة كما يظهر أمامكم في هذه الصور كان أحد الوسائل التي اضطرت هذه العائلة أن تعيش في هذا المنزل رغم أن هذا المنزل مدمر ولكن حاولت أن تصنع وتبني هذه الحجارة لكي تقي نفسها من أمطار الشتاء ومن برودة الشتاء هذا الباب لكي يحمينا من العرس ويحمينا من الأمطار هاي عندك هنا وكملناه بال الله ما صال الله سيدنا نحن برد هذا الباب البيت باب البيت ما عندناش باب كله خلع الله يعطيك العافية كيف حالك خالك؟ الحمد لله رب الله ما لايست صباحكم الله يسردك يا رب وبرك الله سنتوصل حقيقة للعالم هاي الباب المهد ما فيش باب غرفة هاي الحيطة اللي بتفصلنا عن الشارع ها وعلشان المطر وعلشان العرس ها اضطرينا يا الله يبريك له حطينا اه 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 اخشاب الدولة بتبعنا تكسر طبعا دي ما انت شايفها حطينا اه اخشاب وحط زي سطارة لغاية ما نشو بيسير معنا الشادر احنا ما لنش حين نجيب شادر الشادر حاجة سبعمائمائة شكل وتمائمائة شكل وان كنت موظفة لكن لا استطيع اجيب شادر لان اصلا ما فيش سيولة في البلد في نفس الوقت هاي عندك الشبابيك هنا شبك واخد بالك والله اعلم الامطار ايش تجيبنا يعني الان خلف هذه الستائر الشارع شارع وحجار مكومة طبعا الابنية كلها مهدمة احنا معسكر منكوب يسمونا لا عندنا ميا ولا عندنا تجريبا حياة معسكر منكوب يسمونا صنفونا معسكر منكوب منطقة منكوبة البلدية ما لا تستطيع ان تضخ مياه عنا المجارس اللي اكنها بانفسنا واخد بالك والله اعلم كمان مياه الامطار ما يحدث فينا بعد مياه الامطار لانه مال كبير تطفح للمياه الامطار مع الابار الموجودة المجاري كله يطفح لنا والله اعلم ايسير فينا بلدية خانيونس حذرت بالفعل من هذا الامر بلدية خانيونس حذرت بالنس بتحاول تجتهد لكن العالم بيحكوا احنا منطقة منكوبة وبيحاولوا كل فتر احنا منطقة بلوك جي مع العلم بيحاولوا كل فتر انهم يدخوا مياه لكن بتفشل لانه اليهود عندنا مدمرين كل اشي الحمد لله رب العالمين صحيحة من ضمن المناطق اللي كان الاحتلال الاسرائيلي متواغل فيها تفضل يا خالتون نتابع الحديث في بقية المنزل ما فيش عندنا ولا شباك زي ما انت شايفها انا مرة مريضة ضغط وسكر وازمة وعندي كمان عمليات غضروف ضهري وخشونة في ركوبتي الحمد لله فما بستطيعش واخد بال حضرتك ان انا اظني من غير من غير الله ما صلى الله سيدنا محمد من غير هوى لذلك احنا خلينا الشبابيك من غير اي نيلون الى ان نشوف الشتاء ايش يعمل فينا لما نشوف الشتاء واضرار الشتاء ايش تعمل هنضطر نجفل بنيلون والله المستعان على حر الشتاء شب الشتاء قديش قارس البرد لكن برضا يكون بالنسبة انه حر لاننا عندي ازمة زي ما قلتلك وسكر وضغط وعمليات غضروف ظهري وركبي فمش هستطيع الحر هذا لذلك ما اجلين موضوع النيلون الى ان نرى ماذا الله سبحانه وتعالى يقتل لنا من خير عنكم مخاوف من اقترى لفصل الشتاء طبعا مخاوف شديدة لان البرد عندنا في فلسطين بيكون شديد جدا وساعات بينزل تحت السفر وطبعا ارساد الجوية عارفوا الكلام ماذا واحنا يعني عارفة يعني ان مرة ابني انا اتعرض للنوب التشنج سبع ساعة مدواسط مبادر بساب الحراء البرودة مبالك الايام هاده واحنا ما عنا شباك ولا حتة تخير هتقدر شو بالحطة هادي الحطة هادي بالزبط يعني لو جيت اجا طفل عمل هيك هتجع اغدباني هي عايلة للسقوط واضح هي صغيرة تقريم بس احنا خلناها لانه الحجار غالية الاسمنت غالي واحنا تقطنا المادية لا تسمح لنا الحمد لله رب العالمي احنا سارعي لنا حياتنا بس نكيف نوفر الماء ونوفر الاكل بس اللهم ولك الحمد والفضل مننا يتابعنا الكثير من الناس الان ويتساءل كيف كان حال المنزل قبل الحرب والله اللهم ولك الحمد والفضل مننا كان احنا فعلا عايشين في جنة في جنة تكيفاتنا شغالين اضاقتنا شغالة جبل الحرب جبل الحرب حطاننا شبيكنا بأمانة كنا في خير وفي نعم ما ادركناش هذه النعم الا بعد انزالك فالله ولك الحمد والفضل مننا ورب يعود الينا الاشي زي ما كان ويرجع حطاننا وشبيكنا ويرجع الامنا والامان ويترد عننا هذا العدو الغار كشاب يعيش في قطاع غزة وترى بأن الحال يعني حتى يعني نحن نسمع أصوات الجيران يحاولوا ترميم أيضاً بيوتهم في هذا الوقت علشان فصل الشتاء اقترب شو ممكن تعملوا حتى ترمموا أو تضبطوا اللي بتقدروا عليه علشان تستعدوا أكتر لفصل الشتاء نحن نحاول نتعاج مع الوضوع نسكر نيلنا للشوبيك نسكر الحطان الشواذر بس بدنا أمكانيات يعني بس بننقل ميا بننظف الشوارع عشان نمشي نرشان للعرس للفران للصراصير في عنا حشرات يعني بالماء غزة قرص 24 ساعة براغيت فاش الحمد لله على كل حال تحسوا ان الحرب عطتكم يعني حملتكم فوق تاقتكم مع هذا الوقت لما عبدوا الحرب محد الشوار نجل في حرب محد الشوار نجل في حرب كنت بتحكي حزر اه الامراض اللي ظهرت لنا مع الحرب هادي نحن عنا السليولايت السادي الموجودة عنا أنا عندي ابني وبنتي ليتنين شاب كبير عريض نخل الجامعة ماشاء الله وجال السليولايت في الرجل وصرت هل قدي اضطررت ان انا الحمد لله انا في الحقل الطبي اضطررت ان انا ادي له اي في يعني وريدي علشان خطر ابني متن قطقت رجل ويصير عنده امبتيشن زي باية الشعب الشعب احنا عندنا تقريبا نسبة خمسين في المية صار عندنا اعقاد فعنا حشرات الشارع البرود اللي في الشارع عمل سليولايتس بشكل مش طبيعي وامراض جلدية غير مسبوقة يعني احنا من اول الحرب الى هذا الان واحنا بنعاني من امراض الجلدية ما راحت عنا يعني متوقع انه الامر يزيد اكتر مع السحة الامر اللي كمان يزيد مفيش عنا في وزارة الصحة ادوي يعني انا هيني باستغل في الوزارة كل يوم باقى فاشباكة الصيدلية باكتب روشيتة ارجوكوا شوفوا لي اي مرهم ايدي ورجلها بتتقطع الولادي مجزعين من القتاكريس ما في حدا بيفيدنا وما فيش عندهم الناس بيقولك مع الناش احنا ايش نعم انا خصيتها لاش طبيعي في مستشفى ناصر تشوفي انه الامراض اللي احدرتك ذكرتيها هتتفقم اكتر مع فصل الشتا اكيد اكيد فصل الشتا يا رب يعني الله يعيني الناس الله يعيني قطاع إحنا قطاع منكوب الحمد لله رب العالمين كان الله في عونكم باللسخة لهذا البيت الذي تعيشون فيه يعني ما استطعتم أن ترمموا فيه أكثر من ذلك إحنا أبو أحمد كان ينام ويفكر إيش بده يعمل في الصبح 24 ساعة كان يا حرام بواجب بس يعمل إيش يمنع عنا العرس وبرد الشتاء واخد بال حضرتك لكن هذا هو الاستائله لأنه دايما حكيت لك الشوادر تكلفتها صارت عالية جدا وإحنا ما عنا إمكانية أن نجيب شوادر بأمانة وأعانى الله الناس أنا كموظف بحكيك أعانى الله الإنسان الفقير اللي فعلا كان محتاج أصلا حدي ساعة دوما قبل الحرب ما بالك في الحرب لكن إحنا الحمد لله إننا رواتبنا بس الرواتب الموجودة في البنوك هذه كمان مشكلة كبيرة على الشعب في ناس موظفين لكن ما بيقدروا يخدوا سيولة وإن راح يخدوا سيولة في الناس اللي هم هذا الناس تتبعون الحرب هذول الناس الله العفو والعافية بياخدوا مننا نسبة عشرين وخمسة وعشرين في المية ليه؟ أنا باش أريد أن أعطيك أنت فلوسي؟ يعني الوضع صعب من أكثر من جانب كان الله رفعونكم وهذه المنازل كان الله رفعونكم هذه المنازل إذا المشاهدين الكرام حاول أهلها العودة إليها الآن في فصل الشتاء بعد العيش في الخيام بكي يكون هذا المنزل يعني مأوى لهم ولكن هذا المنزل شبه مدمر يعني هذه الستارة أو القماشة التي تتابعونها في هذه الصورة إذا رفعناها قليلا ولن نفعل ذلك بالتأكيد حتى يعني تبقى متماسكة لهذه العائلة الشارع بالطبع خلف هذه الستارة وأيضا الجدران في هذا المنزل آية للسقوط ما يعني أن أمطار الشتاء قد تزيد رطوبة هذه الجدران ما ينذر أيضا بكارثية الوضع واحتمالية لصبح الله أن تسقط على أهاليها هذا هو حال الناس هنا في المناطق الغربية لمدينة خان يونس مع تزايد المخاوف من اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من أزمات قد تفاقم من معاناتهم أكثر هذه نهاية جولتنا كنت معكم أنا علاء أبو معمر لقناة الجزيرة مباشرة خان يونس فلسطين